وزارة الداخلية دائماً مستعدة لتأمين احتفالات المصريين بالأعياد والمناسبات لتوفير مظلة أمنية للمحتفلين وبث طمأنين في نفوسهم كافة قطاعات الوزارة ومدريات الأمن تواصل تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال نشر الدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن ووضع خدمات وارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحضائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أيام العيد لاستمتاع بأجواء من البهجة والفرحة بعيد الفطر ومع ما تشهده الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات من كثافات مرورية خلال أيام العيد تم نشر الخدمات والارتكازات المرورية عليها والتي تتكامل مع منظومة الرصد الإلكتروني والمراقبة الموجودة على هذه الطرق لرصد الحالة المرورية والتعامل مع الأعطال والتكدسات وبما يضمن الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وزيادة الأمان والالتزام على هذه الطرق تتكامل مع الخطط الأمنية خلال أيام العيد تكثيف الخدمات الأمنية بخطوط السكك الحديدية ومتر الأنفاق بخاصة بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة مع وجود أمني داخل العربات لرصد والتعامل مع المخالفات بشكل فرق تكثيف الخدمات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر إلى مجرى نهر النيل والمسطحات المائية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال العيد للاستمتاع برحلات نيلية حيث كثفت الوزارة من حملاتها لضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط الأمن والسلحة أمنية وإجراءات يطبقها عناصر شرطية ذات كفاءة وجاهزية كبيرة وقدرة على التعامل مع المواطنين بشكل حضاري حيث تعكس هذه الإجراءات جاهزية وزارة الداخلية في تأمين كافة الفعاليات والاحتفالات اشتركوا في القناة